السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نتحول الان الى مكناش مع للا فاطمة السلام في حاج لباس بالخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله للا فاطمة بارك الله وفيك الله يجعلك من اهل الجينان ومن اهل الرضوان ان شاء الله هي الحاجة يارب يكلم جميع المسلمين والمسلمات انا اللي حضرت معك السيمنة الفيتة وفاش كنت شوية مهمومة وهذا الله يجازك باخير ودعيت معي الله يجازك باخير وجعلها الميزان المقبول ان شاء الله بارك الله وفيك للا كنت في صراحة ذلك السيمنة ضيومة بزاف وبكيت وحي دعيت معي فاجت علي الله يجازك باخير الله يحفظك للا ودك اخواتي الله يحديهم هاد الاختي اللي دبقى لفمعي مسكينة قتلي يا غير سبري اختي انا ما عادش نتخلى عليك ان شاء الله حتى يجيب لك ربي شي ولد الناس فيها لخير ان شاء الله يا ربي يا ربي وانا بغيت الحاج شي ولد الناس يجيب لأربي عليه يديكم شي انسان صالح يا رسمان يا رحيم يا ربي الفاطمة انت عرف عليك ابنتي عشان السن ديالك السن ديالي 44 مشارقين ابنتي مشارقين ان شاء الله تعالى شي ولد الناس يكون يكون من المكناس ولا من اي مدينة من المغرب يكون من أي يكون غير أخلاقهم ديانة ويكون ولد الناس وهذا الشيء اللي كان مطلباني بإذن الله بلتي إن شاء الله هذا السكيس المعقدة للناس إن شاء الله إذا كان شيء واحد مهتم بإذن الله يتواصل معنا وإن شاء الله نحن نأخذ الرقم جالك للفطيمة نحتفظ به وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى شيء ولد الناس بغي يكمل دينه ونكونوا سعداء بش نكونوا كواسطة لهذا الرباط المقدس وربي سبحانه وتعالى يكمل لك الرجاء يا فصراحة ما كرت يكون من كناس ولكن طبو صدا ربي يكون من كناس يا ربي بإذن الله عام والناس كيسمعوا أهل مكناس وما أفضلهم وما أكرمهم أهل مكناس يا رحمن يا رحيم أي شخص ربما عنده رغبة يتصل بنا وإن شاء الله نحن نمده بالرقم جالك للفطيمة ونسطمعه ونمشون عنده ونبركوليه كما كنا ندروه عادة بإذن الله تعالى وبرتك الدعين عاية أنا أدعى مع أختي ديالي بغية أدرياء الصالحة يا ربي وأدعى مع أخواتهم قسم الله يهدئهم ويجعل ربي يدر الخير في قلبهم هذا العواتر هذا العشر الآواخر إن شاء الله يا ربي يا كريم يا ربي وأدعى ما أمذي بصحيحة ومع الأبذي في الجنة إن شاء الله جعل ربي يرحمون إن شاء الله يا رحمن يا رحيم يا رب وفغيتك تدعي عاشك مع وحد العم ديالي مسكينا تيح نفياتها ومسكي الله يجع ربي يجع ربي يسخنف بلداته الله يجعزك بي خير يا رحمن يا رحيم يا رب يا ربي يا ثريم لنا فطمة ضي فرج عليك بنتي الله فرج عليك لا إله إلا الله اللهم تعالي كلك ولي ونصير وهذه فرصة أيها الأحباب الكرام كما ذكرنا الأسبوع الماضي بأن الفيروس ديالكورونا هذا خطره قليل لكن الفيروس الأخطر الذي يهدد سلامة وأمنة المجتمعات هو الفيروس هو القلب الشديد قسوة القلوب قسوة القلوب هذا هو الفيروس الأخطر وفاطمة كما حكت لنا الأسبوع الماضي كيف أنها بعد وفاة والدها تخلى عنها جميع أفراد الأسرة لا أحد يريد أن يحتضنها لأنها بقيت بلا زواج باستثناء إحدى أخواتها الفاضلات جزاها الله الفخير وهي ما عندها أولاد نسأل الله تعالى في هذه العشر الأواخر من رمضان أن يجزيها خير الجزاء ويبشرها بحمل قريب نسأل الله تعالى أن يرزقها ذرية طيبة كريمة في القريب العاجل يا ربك ما رزقت زكريا على كبر ورزقت إبراهيم على هرم أرزقها يا رب عاجلا غير آجل ذرية طيبة ذكورا وإناتا قل والد الله شافها ويعافها ويشبر عظمها لأنك تشوف بأن بعد وفاة ثوجها شمل الأسرة يتقطع والأولاد كل يقول نفسي نفسي ولا أحد يقع هناك تضام ولا تكافل وهذه للأسف عادة صارت تمتد في الكثير من الأسر والعوائب المغرب وهي غريبة غريبة عن المجتمع المجتمع المغربي والمجتمعات العربية والإسلامية إلى عهد قريب كانت معروفة بأنها مجتمعات تضامن ومجتمعات تكافل ومجتمعات تآثر كان القوي يأخذ به للضعيف لكن في السنوات الأخيرة طفت نزاعات نفسية مجنية على الأنانية وحب الدات والاستحواد بالكعكعة كل يقول نفسي نفسي وهذا الأمر هو الذي يجنب لنا غضب الرب ربما هذه الجائحة الكورونا وغلاء المعيشة هو من سوء تسرفاتنا فنسأل الله على أن يتجاوز عنا ويرفع عنها دي المحن اللهم يا ربي كل هؤلاء الذين يعطفون على أختنا فاطمة المكسورة المهمومة اللهم اجمع شملهم واغنيهم بفضلك عن من سواك وكلهم وليا ونصيرا وأختنا فاطمة اللهم يا ربي رزق السعد الجميل واختر لها الزوج الصالح الرجل المبارك اللهم يا ربي عجل لها بالفرج قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم نتحول الآن إلى مكناس مع للا فاطمة السلام في الحاج لباس بخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيك الله للا فاطمة بارك الله وفيك الله يجعلك من أهل الجينان ومن أهل الرضواني إن شاء الله يا لحاج يا ربي يا كريم وشميع المسلمين والمسلمات أنا اللي هضرت معك السيمنة الفيتة وفاش كنت شوية مهمومة وهذا الله يجازك بي خير ودعيت معي الله يجازك بي خير ويجعلها لك الميزان المقبول إن شاء الله بارك الله وفيك للا كنت في صراح هذيك السيمنة مضي يوم بزاف وبكيت وحيب عيتي معي فاجت علي الله يجازك بي خير الله يحفظك للا ودك خوتتي الله ديوم هذي الأخت أختي لي دبقا في معي مسكينة قتلي يا غير صبر أختي أنا ما عاديش نتخلى عليك إن شاء الله حتى يجيب لك ربي شي ولد الناس فيها الخير إن شاء الله يا ربي يا ربي وأنا بغيت الحاج شي ولد الناس يجيب وربي علي يديكم شي إنسان صالح يا رسمان يا رحيم يا ربي للا فاطمة نتعرف عليك أبنتي أه شهر السن ديالك السن ديالي 44 40 مشاركين مشاركين بارك الله إن شاء الله تعالى يكون من المكناس أو من أي مدينة من المغرب يكون من أي يكون غير أخلاقهم ديالة ويكون ولد الناس وهذا الشي لكم طلبين بإذن الله إن شاء الله هذا السكيس العقلية للناس إن شاء الله إلا كان شي واحد مهتم بإذن الله يتواصل معنا وإن شاء الله نحن نخذ الرقم ديالك اللفاطمة نحتفظ به وإن شاء الله ربي ربي سبحانه وتعالى شود الناس بغي يكمل دينه ويكونوا سعداء بش نكونوا كواسطة لهذا الرباط المقدس وربي سبحانه وتعالى يكمل لك الرجاء يا فصراحة ما كرت يكون من كناس ولكن طبوس إذا ربي يكون من كناس يا ربي بإذن الله همون ناس كيسمعوا أهل مكناس وما أفضلهم وما أكرمهم أهل مكناس يا رحمن يا رحيم أي شخص ربما عنده رغبة يتصل بنا وإن شاء الله نحن نمده بالرقم ديالك وإن شاء الله نحن نمده ونمشون عنده ونبركوليه كما كان عادة بإذن الله وبغيتك تدعي معي تدعي معي تدعي مع أحد عادة الأخت ديالي مسكينة بغية درية الصالحة يا ربي ودعي مع تدعي مع أخواتي اللي قلبهم قصح الله يهديهم ويجع ربي يدار الخير في قلبهم هاد العواتر هاد العشر الآواخر إن شاء الله يا ربي يا كريم وبغيتك تدعي مع الأم ديالي بصحيحة ومع الأب ديالي بالجنة يا رحمن يا رحيم يا رب يا ربي يا سريم الله فرج عليك بنت الله فرج عليك لا اله الا الله اللهم تعليك ولي ونصيرا وهذه فرصة أيها الأحباب الكرام كما ذكرنا الأسبوع الماضي بأن الفيروس للكورونا هذا خطره قليل لكن الفيروس الأخطر الذي يهدد سلامة وأمنة المجتمعات هو الفيروس هو القلب الشديد قسوة القلوب قسوة القلوب هذا هو الفيروس الأخطر وفاطمة كما حكت لنا الأسبوع الماضي كيف أنها بعد وفاة والدها تخلى عنها جميع أفراد الأسرة لا أحد يريد أن يحتضنها لأنها بقيت بلا زواج باستثناء إحدى أخواتها الفاضلات جزاها الله الفخير وهي ما عندها أولاد نسأل الله تعالى في هذه العشر الأواخر من رمضان أن يجازيها خير الجزاء ويبشرها بحمل قريب نسأل الله تعالى أن يرزقها ذرية طيبة كريمة في القريب العاجل يا رب كما رزقت زكريا على كبر ورزقت إبراهيم على هرم أرزقها يا رب عاجلا غير آجل ذرية طيبة ذكورا وإناثا قل والد الله شافها ويعافها ويشبر عظمها لأنك تشوف بأن بعد وفاة ثوجها شمل الأسرة يتقطع والأولاد كل يقول نفسي نفسي ولا أحد يقع هناك تضام ولا تكافل وهذه للأسف عادة صارت تمتد في الكثير من الأسر والعوائل للمغرب وهي غريبة غريبة عن المجتمع المجتمع المغربي والمجتمعات العربية والإسلامية إلى عهد قريب كانت معروفة بأنها مجتمعات تضامن ومجتمعات تكافل ومجتمعات تآذر كان القوي يأخذ بيد الضعيف لكن في السنوات الأخيرة طفت نزاعات نفسية مبنية على الأنانية وحب الدات والاستحوات بالكعكعة كل يقول نفسي نفسي وهذا الأمر هو الذي يجنب لنا غضب الرب ربما هذه الجائحة الكورونا وغلاء المعيشة هو من سوء تسرفاتنا فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا ويرفع عنها دي المحن اللهم يا ربي كل هؤلاء الذين يعطفون على أختنا فاطمة المكسورة المهمومة اللهم جمع شملهم واغنيهم بفضلك عن من سواك وكلهم وليا ونصيرا وأختنا فاطمة اللهم يا ربي رزق السعد الجميل واختر لها الزوج الصالح الرجل المبارك اللهم يا ربي عجل لها بالفرج قلوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم